اشتركوا في القناة فوفو بدأ يعمل في الترع يدور على الراجل الطيب اللي ياما تكلموا عنه في الأساطير لغاية ما لقاه قوقع علمني يا كيودي على طول اخترق أنسجة جسمه ودخل وبدأ يتكاثر بالانقسام فبقى عندنا ألافات من السيركارية من نسل فوفو السيركاريات سابوا جسم القوقع ونزلوا يعوموا في الترع بعد ما شكروا على حسن استضافتهم السيركاريات راحوا على الخضروات المورقة زي الجرجيل والخص لزقوا عليها وتحوصلوا وبقى اسمهم سيركاريات متحوصلة انسستد ميتا سيركارية ده بقى رامي في يوم من الأيام رامي أخد الخضار اللي لازق عليه فوفو رامي شاب ناشيط وطموح عنده عربية فول وفلافي مشكلته الوحيدة ما بيخسلش الخضار اللي بيحطه في السندوتشات فيعيني في يوم من الأيام ولد صغير اشترى من رامي سندوتش فول ولسوق حظه فوفو كان جوا السندوتش ده فوفو دخل المعدة ومنها على الاثنى عشر اللي فيها فتحة القناة المرارية ولان فوفو فاشيولة غابية قرر ما يدخلش الفتحة القريبة دي وقرر انه هو يخرم الاثنى عشر والغشاء البريطوني علشان يوصل للقنوات المرارية عن طريق الكبد من برة بالفعل فوفو اخترق كل انسكة الكبد علشان يوصل للقنوات المرارية القريبة من الاثنى عشر لانها وسعة تكفي لما يكبر فوفو كبر وبقى فاشيولة كبيرة ونطجة بدأ يحط البيض بيض فوفو كان بيوصل للامعاء عن طريق القناة المرارية دي ومنها لبرة الجسم مع الفضلات علشان يوصلوا لمية الترعق ويكملوا دورة حياتهم تاني من اول وجديد ودي كانت قصة فوفو اتمنى تكونوا استمتعتم معانا بيها الى اللقاء في قصة جديدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة